أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلو الحاقة ما الحاقة وما دراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم عجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت بكات بالخاطئة فعسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طول ما أحملناكم في الجارية لنجعل هانكم تنكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلبتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية قدوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة فرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وإنه لحسرة على الكافرين